بسم الله الرحمن الرحيم وكان من كلام الإمام جأفر الصادق عليه السلام حول آفة العلماء قال عليه السلام الخشية ميراث الألم وميزانه والعلم شعاع المعرفة وقلب الإيمان ومن حرم الخشية لا يكون عالما وإن شق الشعر بمتشابهات العلم قال الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء وآفة العلماء ثمانية الطمع والبخل والرياء والعصبية وحب المتح والخوض فيما لم يصلوا إلى حقيقته والتكلف في تزيين الكلام بزوائد الألفاظ وقلة الحياء من الله والافتخار وترك العمل بما علموه قال عيسى عليه السلام أشقى الناس من هو معروف بعلمه مجهول بعمله وقال النبي صلى الله عليه وآله لا تجلسوا عند كل داع مدع يدعوكم من اليقين إلى الشك ومن الإخلاص إلى الرياء ومن التواضع إلى الكبر ومن النصيحة إلى العداوة ومن الزهد إلى الرغبة وتقربوا إلى عالم يدعوكم إلى التواضع من الكبر ومن الرياء إلى الإخلاص ومن الشك إلى اليقين ومن الرغبة إلى الزهد ومن العداوة إلى النصيحة ولا يصلح لموعظة الخلق إلا من جاوز هذه الآفات بصدقه وأشرف على عيوب الكلام وعرف الصحيح من السقيم وعلل الخواطر وفتن النفس والهواء قال علي عليه السلام كن كالطبيب الرفيق الشفيق الذي يضع الدواء بحيث ينفع في الخبر سألوا عيسى بن مريم عليه السلام يا روح الله مع من نجالس قال عليه السلام من يذكركم الله رؤيته ويزيد في علمكم منطقه ويرغبكم في الآخرة عمله ويرغبكم في الآخرة عمله كذلك ترجمة نانسي قنقر